وينضم إلينا من تعز الكاتب الصحفي ياسين العقلاني أهلا بك ماذا عن الوضع الميداني في تعز وماذا عن القصف المكثف بالدبابات على كرش من قبل الميليشيات نعم وصلت ميليشي الحوثي والمخلوة وقصف المناطق الريفية لمدينة تعز في قرى قبل الصبر ومنطقة حيفان ومنطقة ضبيع عبوس هذا القصف العشوي ومحاولة التمدد يتزامن مع إعلان الهموم التحية تقديم مشروع سياسي لحل الأزمة لكن الميليشيات تحاول دائما التنصل من أي حل سياسي بتمددها على الأرض ومحاولة الاستقواب السلاح وقصف الأحياء السكنية والقرى والمناطق التي تحيط بتعز الميليشيات تحاول فرض الحصار المطبق على المدينة كما قامت يوم أمس بحسن مصادر محلية في المنفذ الغربي لمدينة تعز قامت بإكبر الناس بإخلام نازلهم من المنطقة استعدادا لزرعها بالألغام وقع لها منطقة عسكرية خالية من السكان تحسب لأي تقدم للجيش الوطني نعم ولكن ياسين كيف تسير الاستعدادات لدى قوات الشرعية من أجل ردع الميليشيات التي تحاول محاصرة تعز كما الجميع يعلم أن الجيش الوطني والمقاومة في تعز مستعد لأي هجوم وهو كل يوم يصد هجمات متفرقة في مناطق مختلفة كل يوم الميليشيات تحاول أن تحدث أي اختراق لمواقع المقاومة لكن المقاومة تصد لكن تبقى هناك مشكلة بسيطة هو أن الجيش والمقاومة في تعز لا يمتلكان السلاح الثقيل الكافي لإحداث تقدم حقيقي وردع هذه الميليشيات بشكل قوي فالميليشيات تمتلك سلاح دولة تمتلك سلاح ثقيل فهنا هو الفارق في التسليح هو ما يحدث مشكلة إلى حد ما لكن في كل الأحوال المقاومة والجيش لديها عزيمة وإصرار وهو يحمل قضية وطنية فهو مستعد أن يدافع بما يملك من السلاح ولكن دعيني يشير هنا إلى نقطة مهمة جدا الميليشيات الآن تتقدم في المنطقة الجنوبية التي تعز في منطقة حيثان حيث الطريق الرابط بين تعز والمحوظة الجنوبية فهنا في خطر حقيقي في حال سيطرت الميليشيات الانقلابية على هذا الخط الرابط الذي يربى التعز وعدا فهو الطريق الوحيد هنا يمثل خطر حقيقي على محافظة تعز يجب هنا على الجيش الوطني أن يكون حذر وعلى الحكومة الشرعية أن تدعم أو تقدم سلاح نوعي في أقرب وقت للمقام والجيش في منطقة حيثان حيث أن الحوثيون حتى اللحظة يعني يحاولون وبشكل وبتعنت وبالصلاف يحاولون التقدم لقطع هذا الخط نعم ياسين إذا انتقلنا إلى الوضع الإنساني يعني في ظل هذا الحصار كيف يبدو الوضع الإنساني من إمدادات من فتح للمستشفيات من إرسال معونات من أدوية وغذاء وغيرها في الأسابيع الماضية كان الوضع الصحي والوضع الإنساني تحسن نوعا ما لكن الميليشيات عاودت من قديد فرض الحصار بشكل نهاي ما سبب أزمة حقيقية باختفاء السلع الأساسية والإحتياجات الومية للمواطنين من السوق إضافة إلى أن المستشفيات مع تزايد الحالات للحالة الإنصابات والحالات الإنسانية الحريقة تسبب أوجد مشكية حقيقية في المستشفيات فهناك نقص في الاحتياجات الطبية والمستزمات إضافة إلى ذلك أن هناك العشرات من القرحة أو أكثر من العشرات إنهم بحاجة إلى نقل هذه الحالات إلى عدن وخارق البلاد في ظروف إنسانية صعبة تستدعي حل قذري وسريع نعم نعم ياسين العقلاني الكاتب الصحفي كنت معنا من تعز شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر